كما أكد الأستاذ الدكتور مراد الجانابي على أن مملكة البحرين من خلال استقبالها لقداسته بابا الفاتيكان وإقامة ملتقى البحرين للحوار ترسل رسالة سلام إلى العالم أجمع وتقدم أنموذجا فريدا لحل الخلافات والقضايا بأساليم متحضرة من خلال الحوار وتبدل الأفكار وجهة النظر واحترام جميع الثقافات هذه رسالة عظيمة رسالة إنسانية رسالة تتميز بالإيمان والعلم والحكمة والإتقان هذه رسالة للناس في المشارق والمغارب في القارات السبع أن الحوار نشر رسالة السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب ونشر رسالة العلم والمعرفة والمحبة إنما هو علاج ناجع وعلاج صالح لمعالجة كل التحديات التي تواجه البشرية على هذه الكرة الأرضية وهذا ليس بمستغرب كما قلنا على هذه المملكة ذات التأريخ العريق مع الشعوب الإنسانية كافة في المشارق والمغارب يليق بمملكة البحرين إرسال هذه الرسالة الإنسانية العظيمة ويليق بمليكنا المفدى المعظم جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله هذا الموقع الريادي والإنساني في السلام والمحبة واحترام الضيوف واستقبالهم وإنزال الناس منازلهم وفتح المجال أمام النخب العظيمة لأجد وضع الحلول المناسبة لمعالجة مشاكل البشرية اشتركوا في القناة